لاعب المنتخب الكوري الجنوبي ليوندبو لاعب دولي سابق ومحلل قناة كيبيس الكورية في تصريح حول منتخب العراق قائلا اتابع منتخب العراق جيدا وتظهر الارقام تفوقهم بتحقيق معدل فوز بلغ 75% في 23 مباراة منذ ان تولن الاسباني كاساس منصبة في اخر سبع مباريات حققوا ست انتصارات وتعادل واحد وسجلوا 13 هدفا واستقبل مرماهم هدفا واحدا فقط انهم في اتجاه متصاعد اللقاء ضد العراق هو الاهم لكوريا من كل المباريات العشر الاخرى لانه سيحدد صاحب المركز الاول والثاني في المجموعة اذا حصلنا على النقاط الثلاث فيمكننا القول اننا وضعنا قدم في كأس العالم وندخل الجولات المقبلة بشكل افضل واكثر راحة عضو من اعضاء الاتحاد الاسيوي في منشور على حسابه الشخصي قائلا ما حدث بين الحكم الاماراتي عادل النقبي والمهاجم العراقي ايمن حسين قصة عشق كبيرة وهذا مرفوض من قبل الاتحاد الاسيوي والاتحاد الدولي لان هكذا امور لا تليق بحكم المباراة حكم المباراة يجب ان يكون قوي وذو شخصية كبيرة في الملعب وان لا يكون انسان مجمال في قراراته وما حدث في مباراة العراق وفلسطين الحكم الاماراتي كان ذو شخصية مهزوزة ومجاملة الجانب الفلسطيني يمكنه تقدم شكوى ضد التحكم الاماراتي الذي قاد مباراة العراق وفلسطين بسبب الحب الذي اظهره للمنتخب العراقي وكذلك للمهاجم العراقي ايمن حسين وهذا مرفوض اطلاقا في كرة القدم من المفترض معاقبة الحكم الاماراتي عادل النقبي وكذلك المهاجم العراقي ايمن حسين الحكم الاماراتي قد تكون عقوبة الحرمان من التحكيم في تصفيات كأس العالم الفين وستا وعشرين اما المهاجم العراقي ايمن حسين سوف يتم ايقافه مباراتين بسبب ما دار بينه وبين عادل النقبي من عناق كبير امام الجميع من المفترض ان يحدث هذا في نهاية المباراة في غرف للملابس لكن ما حدث هو امام الجميع والمباراة سارية وهذا امر غير مقبول اطلاقا وهم قاموا بفعل ذلك عمدا رسميا الاصابة تبعد اللاعب الكوري الجنوبي هواندكشان ويوم جي سون عن صفوف المنتخب الكوري الجنوبي ليتكد عدم مشاركاته انفلال مواجهة العراق يوم الثلاثاء ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم الفين وستا وعشرين حيث صرح قائلا نحن كوريا الجنوبية ان غاب لاعب سوف يظهر في مكانه عشرة لاعبين لا يمكن للاصابة ان تطيح بالمنتخب الكوري نحن واحد من اصعب المنتخبات الاسيوية ان لم تكن اولها لذلك نحن نهدد كل منتخب يواجهنا بالفوز عليه مهما كان اسمه سواء عربي او غير ذلك في ملعبنا وبين جماهيريا لا يكن لاي منتخب ان يتجرأ ويتعادل معنا كيف لاحد المنتخبات الذي تريد الفوز علينا في ديارنا ماذا يقصد هذا اللاعب الكوري الجنوبي المنتخب العراقي يخوض اولى وحداته التدريبية في مدينة سون تحضيرا لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء القادم ضن التصفيات النهائية لكأس العالم شارك في الوحدة التدريبية جلال حسن فهد طالب حسين حسن علي جاسم لوكاس شليمون محمد الطائي علي فائز صفاء هادي احمد يحيى مهند علي احمد يسين امين لحموي لؤي العاني ريبين سولاقة امجد عطوان مصطفى سعدون مدرب المنتخب العراقي فضل ان يواصل بقية اللاعبين عمليات الاستشفاء الخاصة بهم وتحت اشراف الجهاز الطبي للمنتخب الوطني من مقر الاقامة وهم كل من ايمن حسين لاعب منتخب كوريا الجنوبية لكامل في تصريح صحفي حول مواجهة العراق قائلا يعتقد جميع زملاء اللاعبين ان المباراة ضد العراق ليست مباراة سهلة ابدا سابذل قصار جهدي لتحقيق نتيجة جيدة باداء مرضي لمواصلة التقدم نحو كأس العالم لاعب منتخب العراق السادق فريد مجيد في تصريح صحفي قائلا منتخب فلسطين فريق عادي جدا واي فريق بالدوري العراقي فوز عليه مهاجم منتخب العراق ايمن حسين هو من فاز على فلسطين وليس المنتخب العراقي وكان العلامة الفارقة في المنتخب مصدر لموقع المستديرة الرياضية لاعب منتخب كوريا هوان لتشان في حديث قائلا سيخضع لفحص طبي مساء اليوم السبت بعد العودة الى كوريا لتقييم مدى جاهزيته لمواجهة العراق رغم وهناك امكانية لمشاركته لشوط واحد امام العراق يوم الثلاثاء المقبل خاص لموقع المستديرة الرياضية مدرب المنتخب العراقي في سوس كاساس يقرر دعوة المحترف العراقي في صفوف بورتلاند التايلندي فرانس بطرس لمباراة كوريا الجنوبية بدلا من سعد ناطق بسبب تعرضه للاصابة نجح منتخب العراق في تحقيق الفوز على نظيره الفلسطيني بنتيجة بهدف نظيف في المباراة التي اقيمت بين المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات اسيا الحاسمة المؤهلة الى كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وتواجه المنتخبان على ملعب البصرة الدولي في اطار مباريات الجولة الثالثة من التصفيات بحضور جماهيري بلغ نحو 45000 مشجع واستطاع ايمن حسين ان يسجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31 بعد مجهود فردي رائع تبعه تسديدة يسارية استقرت في اسفل الزاويات اليمنى للمنتخب الفلسطيني وبفوزه المنتخب العراقي على نظير الفلسطيني حقق المنتخب العراقي ثلاث مكاسب من المباراة نستعرضها في سياق التقرير التالي فوز اقتصادي لمنتخب العراق تمكن المنتخب العراقي من تحقيق الفوز باقل الاضرار والتكاليف والاصابات خصوصا وان الفريق تنتظره مباراة مهمة وصعبة امام نظيره الكوري الجنوبي وعلى ارض الاخير يوم الثلاثاء المقبل على الرغم من ان النتيجة انتهت بهدف يتيم لكن المنتخب العراقي لم يستنزف جهود لاعبيه المهمين وعلى وجه التحديد علي جاسم ويوسف امين وايمن حسين اذ قرر كاساس استدالهم في توقيتات متباينة لحمايتهم من الاصابة والارهاق كلينشيد ثالث حارس مرمى المنتخب العراقي جلال حسن استطاع للمباراة الثالثة على التوالي ان يحافظ على نظافة شباكه كلينشيد في تصفيات اسيا الحاسمة المؤهلة للمنديال الدفاع العراقي ظهر بشكل اكثر تنظيما مع وجود الثنائي منافي يونس وزيد تحسين الى جانب الظاهرين حسين علي ميخاس دوسكي لينجح كاساس في تعويض غياب اللاعب ريبين سولاق المحروم بسبب الطرد الذي تعرض له امام الكويت في المباراة السابقة عودة ايمن حسين اكد ايمن حسين مرة اخرى بانه اللاعب الاهم والاخطر في المنتخب العراقي فمع عودته عادت انتصارات العراق في التصفيات خصوصا وان فريقه عانى كثيرا في مباراة الكويت السابقة لغيابه عن صفوف المنتخب العراقي ايمن حسين لعب حتى الدقيقة ثماني وثمانين على الرغم من انها المباراة الاولى له منذ الخامس من شهر ستمبر ايلول الماضي لكن حسين كان جاهزا وفي الموعد وتمكن من تسجيل هدف اللقاء الوحيد بعد عدة محاولات وبهذا الفوز وصل رصيد العراق الى النقطة السابعة في صدارة ترتيب المجموعة الثانية متخلفا بفارق الاهداف عن منافسه الكوري الجنوبي قبل لقاء المنتخبين المرتقب يوم الثلاثاء المقبل اشتركوا في القناة